بصفتنا أبناء الميدان الصحي وأكثر الناس احتكاكا بواقعه لطالما كنا نحتاج منذ سنين ونطالب الدولة بإصلاح قطاع الصحة توظيف الممرضين والأطباء دعم القطاع وتوفير الأجهزة والمعدات والبنية التحتية وتشجيع البحث العلمي خذنا معارك وإضرابات تعرضنا للترهيب والقمع والضرب والاقتطاعات لكن لم يثنين كل هذا عن النضال المستمر وعن تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا بالدفاع عن المستشفى العمومي هاجمنا أنا داك وللأسف أبناء شعبنا العزيز قبل أن تهاجمنا الوزارة كان المواطن يتضمر من إضراباتنا ويتهموننا بزرع الفتنة يكنون لنا البغض والحقد ويهشمون عظامنا داخل مراكز عملنا وها هو الشعب المغرب اليوم يجد نفسه أمام أزمة صحية جعلت أعظم دول العالم تقف عاجزة كيف لنا أن نقارن جاهزة الدولة أقامت مستشفى في أقل من عشر أيام يتوفر على أعلى التكنولوجيا والمعدات بدولة تعول على الثوم والبصر في محاربة فيروس لا يعرف العلماء بعد كل شيء عنه ليتضح أن كل ما طالبنا به هو لمصلحة المواطنين قبل أي أحد آخر أهو العالم اليوم يصفق لأطر الصحية في كل بقاع العالم بينما الطبيب والممرض المغرب يجد نفسه في صف الدفاع الأول بدون معدات بدون تكوين كاف دون وسائل حماية توقفت الدراسة وتم تعليق رخص الشغيل الصحية لم يفكر أحد في مصير أبنائنا من سيهتم بهم عندما نكون في خدمتكم وماذا لو نقلنا العدو لأحبائنا وعائلاتنا نظرا لقلة وسائل حماية كل هذا لا يهم لأن أسلافنا حاربوا أوبئاء كثيرة وضحوا بأنفسهم من أجل حماية صحة المواطنين ونحن اليوم مستعدون للتضحية بالغالي والنفيس من أجل القيام بمهمتنا لكن كل ما نتمنى أن يستوعب المواطنون هذا الضرس جيدا لسنا أعداء لكم ولم نكن كذلك يوما نحن جنود الوطن في المحن والأزمات نحن غارقون معكم في نفس الهموم ومصيرنا واحد ولهذا يجب أن نتحدى ضد العدو الحقيقي ضد سماصرة هذا القطاع ضد من يتهجلون في صحة المغاربة أصلوا يديكم وقلوا سوف داركم دونتم سالمين جهاد ممرضة وأفتخروا ما شاء الله تبارك الله عليك يعني كلام جميل لأجل هذا نرفع التحية لهذه الأخت الفاطلة ولجميع الأخوات والإخوان الممرضين والدكاتر والأطباء وكل الصاهرين على هذا الوباء كل الصاهرين على المواطنين وعلى طحة المواطنين جميعا كل من يريد المصلحة العامة لهذا الوطن الجريح لهذا الشعب المقهور ولهذا الشعب المهموم الله يبعد علينا هذا الوباء ويشفي جميع مرضى المسلمين أمني ربي العالمين والسهلا وعليكم وحمد الله وبركاته